موسيقى الطابع الأعزاء في مساقة المحاسبة دارية باستخدام الحاسوب مرحبا بكم في محاضرتنا اليوم سوف نتحدث عن عن المبعات المشتركة لكن ضمن الموارد المحدودة طبعا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن ما يتعلق في احتساب نقطة التعادل لما يبعات المشتركة بالوحدات بالإضافة لما يكون عندي احتسابها بالسيلز أو بالدولار طبعا لكن في عند لقطة معينة دائما الشركات بتواجه نقطة أساسية هي أن المصادر محدودة جدا لذلك الشركات أحيانا تكون عندي المصادر كالتاري إما تكون المساحة التخزينية فعلى سبيل مثال شركة متخاصة في صناعة بعض المواد الغذائية وبحاجة إلى تبريد إذا نريد أن أقوم بعملية تصنيع كمية كبيرة ما في عندي إمكانية لو حتى أقوم بتخزينها إذا يعتبر من المصادر المحدودة لازم أخذها بعين اعتبار نقطة الثانية فيما يتعلق في المواد الأولية نقطة الثالثة على سبيل مثال فيما يتعلق في الأجور المباشرة ساعات أو قدرة عمل الآلات إلى آخري إذن عندي كمان مجموعة من العوالب تحكمني حتى أثناء عملية إنتاجية فبيجي أقول لك كالتالي للمائة الشركات لديها مصادر محدودة المستقبل على سبيل المثال من بعض الأمور التي تعتبر من المصادر أو الموارد المحدودة لدى الشركات هي مساحة تخزينية لدى قسم تخزين أو على سبيل مثال موضل أولية أو ساعات عمل المباشرة أحيانا عندي على سبيل مثال قانون العمل بجبر كحد دقس أن العمل يقوم بعمل ثمان ساعات يوميا وهي تتبر تكلفة بعد هيك ما قدرسه قدرة العمل إذن الإضافة عندي من بعض المصادر المحدودة لدى الشركات هي الماشينين كابسيتي أو الماشين كابسيتي هي قدرة عمل الآلات كماذا عند الطاقة ينتاجي إلها إذن هذه النقاط تعتبر من إذن الإدارة يجب أن تقرر أي المنتجات التي تقوم بإنتاجها وبيعها بشكل ترتيب من أجل تعظيم هو تعظيم صافي الدهر حتى نقدر نشرح هذا الحكي بشكل أوضح ونقدر نشوف الألية ونحن يجع على المثال اللي عندي إذن ومعطينا البيانات شوز ديريفان ديتا إذن نستذكر نحن نقول بالصابق انه لم يكن عندي المارجن للبير يونت لم يكن عالي بقدر أحكي انه هذا المنتج راح حقيق ليربح بشكل كبير إذن يكون استثنة لكن نحن نحكي ضمن الظروف المثالية لكن في الواقع دائما عندي مصادر أو موارد محدودة بيجو أقول لك كالتالي معطيني البيانات عندي السيلفونز وعندي التيفيز عندي اليونت كنتروبيوشن مارجن هي عبارة عن بيتين دولار للسيلفونز وعندي التيفيز خمسمائة دولار عندي الماشينينج أو الماشين أورس ركوير بيريونت فعلى سبيل المثال كان معطيني أنه حتى أقوم بعملية تصنيع هذا المنتج أنا بهاجة إلى ساعة عمل كان عندي المنتج الأول كان معطيني 0.2 تقريباً نقدر أن نقول 20 دقيقة لكن على سبيل المثال التلفاز بحاجة 62 دقيقة ونص إذن هاي النقاط الأساسية فبيجب أقول لك كالتالي من البداية الرحل الله هذا عندي اليونت كونتروبيوشن مارجن للتلفاز عندي أعلى من السيلفونز بداية إذن فحقق هذا بحقق المنتج وحقق ربحية عالية لكن لكن إذا بنيجي أنه أنا بهذه الحالة أنا بحاجة إلى 20 دقيقة حتى أقوم بإنتاج جهاز خلوي لكن أنا بحاجة إلى 62 دقيقة ونصف عندي حتى أقوم بإنتاج التلفاز لكن في عندي نقطة معيلة حكيانا أنه في عندي limited resources هي قدرة الألات كان عندي 3600 ساعة خلال الشهر إذن بهذه الحالة كيف بدأ قوم بتمييز أيهم أفضل أو أقوم بكمية إنتاج جزء منه بأكبر من المنتج الآخر إذن هاي نقطة أساسية بولك إذن في عندي مصطلح جديد هو هامش المساهمة للوحدة ضمن المصادر أو الموارد المحدودة بولك بحط لي إياها هون بشكل كهيلفل هامد شو بقول حتى أقوم باحتساب هامش المساهمة للوحدة ضمن المصادر المحدودة أو الموارد المحدودة رح أقوم باحتساب هاي النسبة من خلال قسمة اليونت كنتروبيوشن مارجن على المشين أورز ركويرد برونت ما بيجي بقول لي كالتالي إذا ما نقوم بقسمة 200 كما طنية فقط طنية هون ماشينين واليونت كنتروبيوشن مارجن كان عندي ميتين دولار كان عندي ماشين أورز ركويرد عشرين منت إن بهاي الحالة هيعطيني الكنتروبيوشن مارجن برونت أوف ليميتد ريسورس هي ألف دولار لكن إذا نيجي على التلفاز رح ألاقي عندي الكنتروبيوشن مارجن خمسمائة دولار عندي الماشين أورز ركويرد تقريبا ثلو ستين دقيقة إذا بهاي الحالة رح أقسم 500 على 62.5 رح يعطيني 800 دولار إذا بهاي الحالة رح اللاهظ عندي كنتروبيوشن مارجن يتغير عندي رح ألاقي إنه في جهاز الخلاوي كان نسبته أعلى بشكل كبير مقارنة بالتلفزيات مع إنه في المرحلة الأولى كان عندي التلفاز كان أكبر عندي كنتروبيوشن مارجن كان أكبر من السلفون لكن إحنا أخذنا بعين الاعتبار إنه المصنع إله قدرة استعابية وهي 3600 ساعة إذا بهاي الحالة إذا بقوم بإنتاج أجهزة خلوية بيكون أفضل من إنتاج التلفاز لكن نأخذ دائما بعين الاعتبار وهي المحاددات الخارجية في عندي بسموه Theory of Constraint أضرية القيود فبيجي بقول لك بشكل بسيط إنه أحيانا أنا أحكمني العملية الإنتاجية كمان حسب طلبات السوق أو حسب طلبات الزبائن إذا بهاي النقطة لازم أخذ بعين الاعتبار ما بقدر أقوم بإنتاج أجهزة خلوية بشكل كبير وقوم بتخزينها وما عندي القدرة لعملية بايحة إذا ها يعتبر سلبي إذا بهاي رح أحقق خسائر وأحتفظ بمخزون التقادم فيه بشكل سريع إذا هاي النقطة أساسية دائما الشركات بتحاول تنوع منتجاتها حتى تكسب حصة سوقية أكبر حتى لو كان عندي Contribution Margin للبيرونيت بتكون أقل لكن الغاية من حتى حصل أكبر قيمة سوقية وأقدر أبيع منتجاتي لكن ما بقدر أنافس في منتجه أحد دائما الشركات بتحاول تنوع منتجاتها لأنه دائما في عندي إيش بسموه دائما في عندي المنافسة دائما يكون موجودة هذا فيما يتعلق فيها بيجبول لك The Competition shows that cell phones have higher contribution margin per unit if limited resource بيجبول لك أنه احتساب كان عندي أجلس الجهاز الخلوي كان عندي Contribution Margin له همش المساهمة للوحدة كان عندي أعلى مع مقارنة مع التلفاز This word suggested that given sufficient demands for cell phones Bargo should ship the sales mix to produce more cell phones or increase machine capacity إذن بهذه الحالة في عندك حلين يعني من الشركة بتقوم بزيادة المبيعات المشتركة من الأجهزة الخلوية أو زيادة المachine capacity لكن هل زيادة قدرة أو ساعات عمل آلات هل هو كافي أن حتى يقوم بإنتاج أجهزة التلفاز بشكل أكبر نيجي يقولك معطينا في مثال آخر To indicate the situation 6.23 The current rate of the production of the TVs is the number of machine hours available to produce them عكينا أنه كمقحد أو قيود عندي تفرض عليه العملية إنتاجي في متعلق بجهزة التلفاز هي عدد number of machine hours عدد ساعات عمل آلات المتاحة للإنتاج وبالتالي in addressing this problem حتى يقول بإصال هذه المشكلة we have taken the limited number of machine hours as given and have attempted to maximize the contribution margin given the constraint One question that Barclay should ask however is whether this constraint can be reduced the eliminated if the Barclay is able to increase machine capacity from three thousand six hundred hours to four thousand two hundred hours the additional six hundred hours could be used to produce either cell phones or TVs طيب بشكل بسيط حكينا أنه في عندي قيود متحكمة فرضت علي أن العملية إنتاجية هي قدرة عمل آلات ساعة عمل آلات لكن لو عندنا القدرة كان عندي سؤال هوم ماطنية في السؤال الكتاب إذا لو قمنا بزيادة قدرة عمل آلات أو ساعة عمل آلات من 3600 لحتى أصيب عندي 4200 أي بمعنى في عندي 600 ساعة إضافية حتى أقوم بإنتاج أجهزة خلوية أو إنتاج أجهزة تلفاز بهاي الحالة بإنتاج أجهزة خلوية في الكنتربيوشن مارجن هي اللي كانت عندي ألف دولار فأعطاني الكنتربيوشن مارجن إلها 600 ألف دولار لكن حتى لو قمنا بعمل إزيادة 600 ساعة فيما يتعلق بأجهزة التلفاز راح ألاقي عندي الكنتربيوشن مارجن للتلفزيون أقل من الأجهزة الخلوية راح ألاقي عندي 600 در 800 راح أعطيني 480 ألف دولار هل بسموه التحليل التفاول هذا فيما يتعلق فيها طيب حتى نقدر نفهم بشكل أوضح نأخذ سؤال موجود عندي في الكتاب يجبوا لكارولاينا كوربوريشن مانيفاكترز وبيع ثلاثة نواع مختلفة من المنتجات الجدًا مرتفعة وجدًا عالية المتعلقة في محاور أو على سبيل محاور الدرجات الهوائية الجبلية عادي مستخدمون داخل الدرجات الهوائية في الإطار فبيجي بقول لك هالتالي يعني المسنن المستخدم داخل الدرجة الهوائية في الشركة بتقوم بإمتاز ثلاثة نواع النوع الأول بإمتاز طبعاً الاختلافة ما بيناتهم هي بمعنى المرونة أو حيث العمل أداء بيكون أفضل يعني ما في عندي مشاكل فيها فبيجي كان عندي المنتج الأول عندي كمان وبرضافة سوبرفاين بيرين مشين تايم إزليمتد بيجي بقول لك وقت عمل الآلات عندي محدود إذن عمس وقت الآلات بشكل زيادة أو عازمة زيادة في ساعات عمل الآلات فحكون مطلوبة عشان عملي يقوم تصنيع المنتجين هما ومعطيني معطيني البيانات كالتالية معطيني لكل منتج فكان عندي سعر البيع لا المسنن أو المحور الأول هو سعر ستة دولار المنتج الثاني هو عشرة دولار والمنتج الثالث ستعشر دولار المتعلقة في كل منتج كان عندي أربعة دولار ستة ونصف دولار وعندي هداشر دولار إذن بهذه الحالة ناقص كان عندي ستة ناقص اربعة اثنين دولار عشرة ناقص ستة ونصف دولار عندي ثلاث ونصف دولار عندي ستة عشر ناقص اهداعش خمس دولار إداية إذا نيجي منقول كالتالي أنه عندي المنتج الثالث بحقيق لأكبر نسبة ربحية فيما يتعلق بال أنه أكثر بعطيني أكبر نسبة بعدين المنتج الثاني هو الأكثر فاين بعدين المنتج الثالث رح يكون عندي فاين بيجي بقول لك التالي في نقطة مهمة بقول للمشين أورز ريكوير كان معطينا عسين مثال دقيقتين أربع دقائق ثمان دقائق هذا جاوب ما عليها إذا قمنا بالتجاه المحدد المتعلق في ساعات عمل الآلات إذن بهاي الحالة قولك ما هي أفضل استراتيجية ظاهرة عندي أو بشكل مثالي رح نلاقي كون عندي ال عندي جدا عالي لل سوبر فاين رح أحكي بداية إذا جهن المحدد الموجود عندي رح يكون عندي المنتج الثالث وهو سوبر فاين هو أفضل منتج رح حقيق لربحية لأنه العائد أو عندي أعلى إشي كان بعدين الاكسرا فاين فاين فكان ما عطيني جوابه موجود عندي هون طيب يجب ما هي النصفة هامش المساهمة هامش المساهمة للوحدة ضمن الموارد المحدودة لكل نوع من أنواع المحاور باستخدبها داخل الدراجة الهوائية فبيجي بيجي بقولك التالي بنا نقوم باحتساب مبدئيا وحكينا هي بشكل بسيط هي عبارة عن كونترو على المحاور او إذن اتنين دولار على تق باطيني ميت دولار بعدين المنتج الثالث ثلاث ونصف دولار هي المحاور البن بطيني وهي وقت عمل الات. اذا بهاي الحالة راح نلاقي نعدي المنتج الاول. وهي يعطيني اعلى. مارجن. مارجن جديد ده صار عندي ضمن المصادر او الموارد المحدودة. راح نلاقي عندي مية دولار. لكن المنتج الثاني سبعة ثمانية ونصف دولار. المنتج الثالث اثنين وستين ونصف دولار. اذا بهاي الحالة راح نحكي انه ان المنتج الاول اذا اخذنا بعين الاعتبار المصادر المحدودة وهو افضل منتج. قولك ايه في ادشن الماشين time could be obtained. how should the additional capacity be used? قولك اذا كان في عندي وقت اضافي في متعلق يمكن يحصوه عليه في متعلق في عمل الاف. how should the additional capacity be used? كيف يمكن استخدام القدرة الاضافية داخل الشركة? كيف يمكن استخدامها? فيجي مقول لك في جواب كالتالي. the fine pairings have the highest contribution margin per unit. of limited resource. machine هو machine time. even though they have the lowest unit contribution margin. given the resource constraint. any additional capacity should be used to make fine bearing. اذا بهي الحالة اذا افترضنا انه في عندي مصادر محدودة وموارد محدودة وكان في عندي امكانية ان ازيد ساعات عمل الاف. اذا بهي الحالة لازم استخدم هاي الطاقة الاضافية في انتاج المنتج الاول. ليش? لانه انا عندي مصادر محدودة. وحصل الطاقة اضافية. اذا بهي الحالة يجب استخدامها في انتاج المنتج الاول لانه ضعطيني جدا عالي. فهاي النقطة المتعلقة بها. هذا فيما يتعلق في سؤال المتعلق في الفصل السادس. في المحاضرة القادمة ان شاء الله راح نتحدث عن وراح تكون المحاضرة جدا طويلة. هنتحدث عليها بشكل كامل. انا هتكون هي اخر محاضرة متعلقة في المادة بالفصل السادس. في المحاضرات القادمة احتمال ان شاء الله نتطرق لموضوع. حل سؤال اضافي. بعد ذلك سوف ننتقل الى الوحدة الجديدة. اذا الى هنا تنتهم حضرتنا. شكرا لكم على حسن الاستماع.